اهلا بكم المرة دي بقى هنكلم عن موضوع بقى حلو جدا اللي هو تصنيف الاصباغ هنشوفو اخدنا الاصباغ ايه هي ليه اللون السبغة احمر ابيض اصفر ايه هي دي بيخلي لون السبغة يقل او بيزيد مش كده اخدنا اربع عوامل طيب المرة دي بقى هنصنف الدايز التصنيفة الاولانية للدايز هي اصباغ النايترو والنايتروزو كلنا درسناها طبعا منعرفها مافيش طالب كيميا ماعرفش النايترو والنايتروزو السبغة التانية اللي هي الازو ها شطار اخدناها بتاعت الازو دايتست فاكرنا طيب السبغة التالتة اللي هي السولاسف نايل ميسان طبعا دي احنا درسناهاش قبل كده اصباغ الفسالين درسناها اصباغ الانسراكينون عارفين الانسراكينون واصباغ الدان او الاحواض مااخدناش هم احطهم لكم اصب بعضه دول اللي احنا لسه مااخدناهمش او مدرسناهمش ودول اللي ست اصباغ اللي نبتدي نتكلم عليهم بمش بالتفصيل قوي بس بطريقة اللي احنا نقدر نفهمهم ونعرفهم طيب اول سبغة اللي هي سبغة النايترو والنايتروزو سبغة النايترو والنايتروزو بتعتمد طبعا على مجموعة الان او تو والان او ودي مجموعات هي الحمالة للسبغة بنقول عليها الكروموفورات او مجموعة الانتوكسو جروب اللي هي الاكسو كروم يبقى دي كروموفور ودي اوكسو كروم طيب زي حمد البكريك البكريك ده بيستخدم السبغة الحرير ويصوف باللون الاصفر وفي نفس الوقت متفجرات بالمناسبة يعني طبعا وهو بارد وهو بارد بيستخدموه في السبغة وهو ساخن بيستخدموه كمتفجرات مواد متفجرة طبعا البكريك اسد عن طريق النايتريشن بتاع الفينول بيخش على الثلاث اوضاع بتوع الحلقة البنزين أنا عندي هنا الوضعين اورسو برافو شطار وهنا وضع بعبارة طيب هاخد شيئت اختل المجموعة النايترو كان يكلو كايوا الاكتروفلك سبستيوشن اي الراكشن ليه لان دي اوطو ويكونني البكريك اسد اللي بنصدامه فيه سبغة الحرير باللون الاصفر طيب فين بقى هنا يا شطار يا بقى كروموفورم والاكسو كروم ها اسمع بقى بسرعة ده اوكسو كروم وده برافو عليكم كرومو فور طيب المثال بعد كده اللي هو الأخضر الريزارسينول اللي هو بيستعمل برضو في صناعة في سباغة الأنسجة ويده عن طريق النيترشن بتاع الريزارسينول طبعا هنا في حال في الريزارسينول مش هيبقى غير عندي وضعين نشطين اللي هي وضع القرسو في كل ايه واحدة فبيكون لي الداي نيتروزو الريزارسينول لقدامنا ونتيجة اللي ان او دا والبوند او شوفو هنا دابل سنجل دابل معدل الاكتران هنا زاد فاللون بتاع دي هتبقى اغمق من اللون اللي فانت صح هيبقى لونها فايلود فانهوة الريزارسينول بيبتدي يكون حاجة زي شبه الأكزيم شايفينه طبعا دي يبتد كسر يلا شطار اقول كسر كده كده برافو طيب نيجي بعد كده هوت لي الاخدر نفسه وده بيستخدم برضو في صبغ الصوف باللون الاخدر وده النفسه قدامنا بنعمله نيتريشا طبعا بصوا النايتروز اسد ده تكوين ناتج تكوين ايه ده غير غير ثابت ما ينفعش بقى موجود جهاز طبعا بيكوني ازاي عن طريق السوديوم نيتريت والإتش سي إل مع بعض في التلج ويكون لي النايتروز اسد عشان يخش يكون لي النايتروزو تو نفسه بعد كده في الأصفر نفسه عن طريق السلفونيشن بتاع النفسه زي ما احنا قدامنا ويكونها لي وبعدين ممكن بعد ما بيكون لي عميد السلفونيشن لما بيجي اعمل نيتريشن باستخدام النايتروزو النايترو الكتروفيلز بيعمل سبستيوشن للسلفينيل جروب ويخش مكانها فيه انشط وضعين بالنسبة لحلقة الالفا نفسه ويكون لي الـ 2-4-دينيترو وانا هيدروكسي ست نفسه سلفونيك اي أسد وده لونه يلو السرغة التانية اللي هي أصباغ الآزو طبعا كلنا بدون ستسناء درسناها ونحن ندرس كورس العضوية في التحضيرات وطبعا مجموعة الآزو مجموعة كروفورم والأمين مجموعة اوكسو كروم هناخد اول مثال اللي هو الأصفر يلو اي اند بي اللي هو بيستغنف تلوين الأطعامة والزبدة والسمن الصناعي باللون الأصفر ده بيجي من عن طريق الأنيلين ويعمل عملية النايتروزيشن طبعا ده بيكون لي HNO2 يعمل عملية النايتريشن ويبتدي يكون لي الآزو وبعد كده بعد بيكون لي الآزو بيبتدي يدخلها مع مجموعة التو امينو او التو نفسيل امين ويكون لي المركب اللي قدامنا لوان فنايل ازو تو نفسيل امين وكي يا شطار طبعا هو عن طريق ايه بيشيل HCL ناقس HCL خلاص ده بالنسبة لي اليلو اند بي اللي بيستخدم في عملية التلوين بتاعة الأطعمة طبعا لازم تعرفين ان الـ H هتشال من اين ماش من الـ H2 هتشال من D دي اضعف H موجود عندنا في اللي ايه في الحال بعد كده في المسائل أورنج المسائل أورنج طبعا كلنا عارفينه في الكشف على المركبات بيتحضر عن طريق السلفانيليك أسيت ونعمل برضو نيتريشنز ويديني او نيتريشنز ويديني الأزوك الرايد اللي بيتفاعل معنى اني يضايب مسائل أمين ويكون لي المسائل أورنج أهنوك في رغاية المسائل أورنج المرة جاية ناخد ان شاء الله بقية التصنيفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة